اللحظة نتوجه إلى شيشاوا ومن شيشاوا ينضم إلينا موفد القناة عبد الفتاح مومن عبد الفتاح مومن إذن عملية إيصال المساعدات تتواصل في شيشاوا أنت في عين المكان كيف تمضي هذه العملية وهل شرع في توزيع المساعدات على الأسر التي لم تصلها من قبل المؤن الغذائية والأغطية والخيام نعم سناء الطريقة الرابطة بين شيشاوا وجامعة أدسيل تحولت إلى ما يشبه الجسر البرية كما تلاحظين السيارات والشاحنات وجبئ أنواع المواصلات من هنا من أجل الوصول إلى الدواوير المنكوبة فعلا انطلقت عملية توزيع المساعدات منذ صباح الأمس مجموعة من المساعدات تصلوا للمنطقة مثلا المواد الغذائية فهناك وجبة كانت اليوم الأول أربع آلاف وجبة اليوم الثاني 12 ألف وجبة واليوم وصلت إلى 24 ألف وجبة وزعت على الأوصال كذلك الأغطية أزيد من 10 ألف من الأغطية وحوالي أربعة آلاف من الخيام التي تم نصبها وستنصبوا خيام أخرى على طول الدواوير المنكوبة هناك كذلك دخول المجتمع المدني على الخط يعني الكثير من السيارات ومتبوعة بالشاحنات المملؤة بكل أنواع الأغطية والمواد الغذائية تمر من هذه الطريق في اتجاه الدواوير المنكوبة بالتنصيق مع السلطات المحلية حتى لا يكون هناك إفراط في التوزيع في دوار ودوار آخر لا يتصله المأونة وبالتالي فهناك تنصيق من أجل التكفل بجميع الدواوير التي تعاني من مشاكل على مستوى المبيت على مستوى المواد الغذائية الأساسية وعلى مستوى الأغطية شكرا لك يا عبد الفتاح ممن كنت معنا مباشرة من شيشوافي خاص عن زلزال الحوز